تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من موابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري إليك محمد نعم مشاهدين الكرام نجدد بكم الترحيب مرة أخرى من أمام معبر رفح البري الذي يعد الرئة التي يتنفس من خلالها سكان قطاع غزة من خلال إنفاذ المساعدات الغذائية والدوائية والمتنوعة إلى أماكن متفرقة في القطاع اليوم لاحظنا عبور عدد كبير من الشاحنات من المعبر وبالفعل هذه الشاحنات قامت بتفريق حمولتها ثم عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية والإحصائية كما يلي 88 شاحنة من المساعدات الإنسانية والإغاثية بحمول تصل 1700 طن هذا بالإضافة إلى أربع شاحنات من الغاز بحمول 88 ألف متر مكعب وأخيرا نتحدث عن سبع شاحنات من السولار بحمول 385 ألف متر يمكن هذا هو العدد الذي عبر اليوم من خلال معبر رفح والذي يقدر ب99 شاحنة وهو العدد الأكبر خلال ثلاثة أسابيع عبر اليوم من المعبر بالفعل واتجه إلى كرم أبو سالم هذا بالإضافة أننا لاحظنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بدخول شاحنتان من الطحين إلى قطاع غزة وهذه هي المرة الثالثة التي يكرر فيها الاحتلال ويمارس التعسف والإجراءات التعسفية والإجراءات التعنتية من عدم دخول الشاحنات التي تحمل طحين إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بنظرة سريعة إلى الأسابيع الماضية وبالتحديد الثلاثة أسابيع الماضية كان هناك تناقص كبير في أعداد الشحنات أو الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى كرم أبو سالم هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من معبر رفح وأعود إليكم مرة أخرى إلى الاستوديو